أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا أن مليون نازح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه يقطنون داخل 156 مركزاً وأشارت إلى مقتل 108 من موظفيها منذ بداية العضوان الإسرائيلي على القطاع في 7 من شهر أكتوبر الماضي وهو رقم الأكبر من الموظفين القتلى في تاريخ الأمم المتحدة من جانبه صرح الناطق باسم الأنروا عدنان أبو حسن أن الوكالة هي الجسم الوحيد المتماسك في قطاع غزة والذي يقوم بتوزيع المساعدات على النازحين وتستوعب الوكالة حالياً في مرافقها عدداً من النازحين يفوق طاقتها الاستيعابية في الوضع الطبعي بنحو 4 إلى 9 مرات